موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل حضراتكم كل واحد فينا عنده طريقة للتعبير عن حبه للناس اللي حواليه وطريقته دي بتبقى زي لغويته كده يعني لو حد بيتكلم عربي بس ما ينفعش تفضل مصر طول العمر إنه لازم يكلمك إنجليزي هو ما بيعرفش إنجليزي سيادتك فتلاقي ربدي يقولك إيه لا ما هو لازم يتعلم طيب هو قدراته عربي استيعابه عربي ما تحسبوهش على حاجة تفوق قدراته وهو ده اللي بيحصل في حياتنا بقى وبصراحة وبحق ربنا معظم الستات طول الوقت عاوزين إجوازاتهم يكلموهم بلغة هم ما بيعرفوهاش أساسا ولا عارفين يستوعبوها يعني فيه رجل ممكن يبقى طابع ما بيعرفش يتكلم أو يعبر عن حبه بالكلام فتفضل الستة عيش عمرها كله على أمن إنه هو ينطأ ويقول بقى الكلام الحلو لا تسمعه في الأفلام فما ينطأش فتطلبها منه فيقول لها أما الأفلام بوزتلك دماغك وده لإنه هو مش متعود على اللغة دي ما بيتكلمهاش أو بمعنى صح مش بيعرف يتكلمها هي بتعيش على أمل إنه يتعلم اللغة اللي هي بتفهمها وبتحبها وهو آخر همه يتعلم حاجة مش متعود عليها وهنا بقى بتحصل الإشكالية في بيوت كتير قوي تخيلوا كده أتنين بيتكلموا لغات غير بعض عايشين مع بعض طبعاً هيبقى فيه صعوبة أكيد في التفاعل النهاردة إحنا هنأمل حلقة مختلفة شوية يعني ما فيهاش مشاكل إنما هنتطرق فيها للغات الحب مروة الصعيدي مدربة مهارات حياتية بتقول لنا إنه هما خمس لغات إحنا بقى عاوزين الستات اللطيفة اللي قاعدت تتفرج علينا كده ترفع السماعة وتشاركنا أنا عايزة أعرف أنت بتتكلمي بأي لغة وجوزك بيتكلم بأي لغة وبتتفاهم مع بعض إزاي إزايك يا مروة إزاي كده عاملة إيه عاملة إيه الحمد لله أنت المرة اللي فاتت في الحالة كده أوحات لنا في آخر الحالة قلت إيه فيه خمس لغات للحب فقلنا خمسة معه يا دوب إحنا عارفين واحدة وهو الفكرة بقى أن أنت لازم تملي خزان الحب عندك وعند اللي قدامك الناس كلها بتتسابق عشان يبقى عندها رصيد في البنك بس محدش فكر خالص أنه يبقى عنده رصيد بقى من حب الناس التعامل إزاي مع اللي حوالي إزاي يبقى عندي رصيد مع اللي قدامي معظم الستات زي ما أنت قلت يعاني بتطلب لغة واحدة من جزها هو بيعرفش تكلمها أيو فبالتالي بيصابوا بحالة من الخرس الزوجي التام خلاص هي بتتكلم مثلا ياباني وهو بيتكلم صيني فمش عارفين نتفاهم فتبقى متوقع أنه مش بيحبها وهو متوقع أنها مش بتحبه تمام؟ لكن المتعارف عليه أن الحب ليه خمس لغات أيو الخمس لغات دول لو أنت عرفتيهم وعرفتي اللي قدامك بيتكلم بقاني لغة فيهم هيبقى سهل جدا تملي خزان الحب عنده طيب ولما هيتملي بقى ده عارفة لما الحاجة طفيت كده والدلد على اللي حواليها هيبقى الموضوع بسيط جدا لغات الحب بسيطة جدا الأفعال الكلام الهدايا تلامس الوقت تمام؟ إحنا طبعا عارفين أن الست شخص سامعي للأسف فدايما اللغة الحلوة بتاعتها الكلام أنها تسمع كلام حلو الراجل شخص بصري فعشان كده دايما بيبقى أهموا الشكل الصورة العامة في الآخر إيه في كي تلاقي الستات دلوقتي بتتباهى في التزيين واللبس والميكوب والرجالة بتتباهى في الكلام مين يقدر يقول كلام حلو كتير بس دايما بيبقى مش للزوجة ومش للتعود عليها يعني الكلام هو الناس اللي بتحب دايما تسمع كلمة حلوة أنا بحب أسمع كلمة حلوة كلمة شكر كلمة سناء كلمة احتواء كلمة عطف عارفة حتى التبطبة بالكلمة الحلوة لو حتى أخدناها على اعتبار أنها صدقة ما الكلمة الطيبة صدقة كأنك بتتصدق يعني حتى لو أنت شايف أن مراتك مش حلوة قلت لها أنت زي الأمر أنا مش قادر أشوف غيرك على فكرة ده مش كدب ولا بيض ولا سد هو مش كدب خالص هو جبر خاطر في حد بيقول كده حتى لو هي ملكة جمال نعم في حد بيقول لمراته كده حتى لو هي ملكة جمال لا هما مش بيقول كده لمراته بس ممكن هو بيعرف يقول الراجل بيعرف يقول تمام بس بيقول إيه والمين وإمتى زي مثلا كده هل ممكن يتعلم ولا دي حالة بتتعلم طبعا دي حاجة سهلة جدا أنا هقولك على حاجة طريقة طلبه لحاجة معينة من مراته فيه فرق بين طريقتين هي هي نفس الحاجة أنا قمصاني ما تغسلتش ليه يعني ما أنا عندي شغل الصبح بصي الأمر يخليها تدايق تكش لو دي طريقة كلامه باستمرار الأمر يقطع وصل الحب لكن الطلب بقى أنا عندي شغل مهمة بكرة وكنت عايزك لو سمحتي تغسليه للأم صان تقوله من عناية حالا دي لو في عز البرد وتحت مينة بطانية هتقوم فورا تغسلها صحيح عشان هو طلب بحنية صحيح يعني لو سمحتي أو أنا بس أم صاني لو سمحتي دي جميلة مش هما نفس نفس الطلب بس فرق الكلام صحيح فرق الصيغة طيب إحنا لسه وقفين عند الكلام أخد مروة تمام يا مروة طيب مروة قطعت حاولي تكلمينا مرة تانية وأنا في انتظار اتصارتكو الستات اللطيفة تكلمي تقولي لغتها هي إيه ولغة جزها إيه إحنا كده خلصنا الكلام إيه تاني؟ عندك بقى الأفعال أنا بالنسبالي أنا شريك حياتي تمام وإحنا متعلقين ببعض جدا بس لغاتنا مختلفة هو لو حد قاله بحبك أو حشتني قوي يكش ما يحبش الكلمة دي أنت بتكلمين شريك حياتك في الحقيقة؟ أه من اللغات اللي أنا أتعلمتها هو يحب الفعل أه يعني تدخل يعنيه بطبق محشي مثلا أي فعل تعمليه معاه ده بيسعيده جدا هو شايف أن أكتر من كلمة بحبك أو كده لا ده يعني عارفة قبل ما نرتبط من كتير قوي كان دايما يحكي لي اللي كانت تيجي تقولي أنا معجب بيك أو حبك هكرهها ما أقفل منها يا ماما ما تقولي ليش ما تقولي ليش فيه رجالة كتير كده شايفة أنه على فكرة مش بالكلام لأن الكلام سهل لكن بالفعل أنا ممكن أن أعرف إيه بدالك؟ طبع أنت كواحدة خليها نطبق عليكي بقى كده ممكن تبقى هي مدلدقت كلام وبتاع مش بتشوفي أن دي كسفة ليكي أو أنه الكلمة دي اللي أنت عاملة فيها مجهود ولطيفة وبتاع يعني بيتكبسي هو مش كسفة بس يعني هي مش كسفة بس هي ساعات تبقى كسفة وكسرت نفس أما تيجي تقولي لها حتى تحشتيه جدا طيب ربنا يكرمك عارفة اللي بالتالي عليها اللي هو انت زي الأمر إلهي تينستر يعني ده مش رد في الأول ما كنتش فهمة بعد كده لقيت أنه هو مش هو دي اللغة اللي بيفهمها أنا كأني بتكلم بالنسبة له ياباني لكن لما شوف هو محتاج إيه وعملهوله لما شوف هو عايز إيه واساعده فيه أو أعمله بداله أو أشوف حاجة معينة كانت مدايئة فأنا أعملها بداله فريحه وشاف أنه هو ده قمة الحب بالنسبة له طب وانت يا عدد في المقابل في المقابل بقى لما أنا بعمل كده بقى اسمع كلام ممكن ما يقوليش بحبك أو حشتيني أو تسلم إيدك لكن بيقولك كلمة حلوة بقى تسلم إيدك أنا من غيرك مش عارف كنت عملت إيه ربنا يخليك ليا دي بقى ساعات دول بالدنيا على فكرة دي أهم بكتير من كلمة بحبك يعني ده ممكن واحدة تعيش عمرها كله مثلا خمسين سنة جواز عشان تسمعها وتسمعها خلينا أخد سماح يا سماح عاملة إيه الحمد لله هو وصل بيك شوية بس أنا هحاول أسمعك بيك لا إحنا سمعينك كويس قولي بقى لغتك إيه ولغة جوزك إيه أنا لغة كلمة حلوة أوكي لكن هو للأسف أهرد هو معندوش لغة معينة يعني أنا بحاول طبعا يعني أجرجرب منه أي لغة من اللغة آه ما بيعرفش يقولي الكلام حلو يا سماح أنا بشكل عام يعني يعني هو مجرد ما بيجوز يعني بيفضل الخرص عن الكلام أو عن إستخدام اللغة طب هو لغته ايه بيعبر لك عن حبه ازاي هي مش سامعيني طيب لأ معلش اي ناس ايه اي ناس ايوة طبعا احلى لغة هي لغة الحب اناعرف اللغات كلها بس لما بحب بنفس بنفس لغة واحدة بس اللي هي ايه لغة الاكل الله الاكل انا اصلا بصور وطفات وبعمل حاجات زي كده فانا بنزلي بعبر لكل اللي انا بحبهم بالاكل يعني مثلا عيد حب عيد جواز عيد استقلال عيد راستانة اي عيد في الدنيا بدخل عليهم على طول بالحب يا ايه بقى بطريقتي انا حلويات ولا حوادق لا 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 حلو وحادق كله كله الله الله عليك امريكاني وفرنساوي ومصراوي وجدات اصيلات وكل حي طب بتلاقي التأدير وبتلاقي الكلمة الحلوة في المقابل بصراحة اه بصراحة اه يعني مع جودي ومع اولادي الحمد لله رزقني بزوج مثالي وبأولاد حلوين يعني اولادي لما بيحبوا يعبرولي بألاقيهم مسلا صحيين الصبح بيرتبوا حاجتهم اه بيساعدوني في الحاجة ان انا بعملها اه يعني لما بيلاقوا جرعة الحنان بتاعتي زايدة قايف تعبيري عن الحب ان انا مسلا غرقتهم اكل مسلا النهاردة فبلقيهم الحمد لله تاني يوم بقى يعني وصلة الحب كالكويسة وممتازة فبلقيهم هم متعاودين يعني اه الحمد لله طب قوليلي انه حد يعملك حاجة تغنيكي عن الكلمة الحلوة اه طبعا اه انا بالنسبالي الفعل اكتر من الكلام لان الكلام بصراحة مفيش اكتر منه صحيح ومع لهوش درايب خالص يعني بس الفعل فعلا هو اللي بيثبت ان كاني اللي قدامك بيحبك ولا لأ جميل جميل يا ايناس وانتي اقدم السبت يجيلك الحد باين انتي مقدمه بس ربنا يصروا لغة الحب بتاعتي ما تبقاش سبب في تخني الناس كلها كل اللي بيعرفهم وبيحبني فترة بيقولي لازم ما بايد عنك انتي عارفة يا ايناس انتي اكلك بالنسبالهم مختلف ليه هم دايما جوزي بيقولي انتي عاملات حب انا بحس لو متضايقة ما تدخليش المطبخ مش عايزك النهاردة تعملين حاجة لان النهاردة مش هتطلعيها بالحب بالزبط انتي عارفة انه هو ده النفس اللي بنقول عليه انه الحمد لله لانه عندي النفس طائل العمارة والشوارع اللي حولينا وكل حاجة الحمد لله يا حلوة ده انتي جميلة قوي ده انتي متوزعك جرام برده انا بحاول اراجع لغة الحب بتاعي الزمان بتاع جبتاتنا وامهاتنا انهم يصحوا الصبخي لاه وريحة الخبيز مالية البيت اعمل ان يعيش الصبخ في البيت يعيش البلدي كل حاجة كتير مش هلتتي يصحوا يلاه وكده كأنك جدتهم هي اللي كانت موجودة مش ممتع الله عليك الله ده انتي جميلة ده انتي في حلقة لوحدك بقى هديني شم ريحة الخبيز يا الله حاجة اعمل لكم للستوديو قول نقل ان شاء الله هملع لكم كل حض بطريقتي ربنا يا جميلة جميلة يا انيس عبير ايوة ازاكي عبير سلام عليكم اتريك يا دعاء بحبك خالص 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 كلمة بحبك دي انا بحبها بصراحة يا حبيبتي المباشرة وبنت بلدي بفتخر بيك يا دعاء مروة سعيدي انا عبير عشور بحبك جدا عبير ازاك ازاك عبير ايه لغتك ايه عبير في الحب بتقولي على طول شكل انا حمل وجوزي جدي انا لغتي بعبر له بكل حاجة اه حتى وهو نازل بفضل ادلع فيه وهو شيك اه خلي بالك لحسن البنات تاخدك مني اه هو بيحبيني جدا بيحبيني جدا اه اه انا متأكدة انا بقوله على هواعس ان لما يشوف الاعادة انا بحبك جدا يا حمد بس انا صحات بحس انه اه الغيرة بتخليه مش عايز يقولي انتي حلوة هيقوم نكتم بقى بس انا بقراها في عناه بقراها في عناه وساحات باب عايز اقول له يلا يلا قول انا عايز اسمع بس انا بحبه جدا ومكتفية جدا انه عمل حاجات كتير قوي علشان يقرب مني ويقرب منه رغم اختلاف الظروف الاجتماعية طب هو بيعرف يقول ولا مش بيعرف يقول لا لا طبعا اتغير كتير علشاني فك شوي فك شوي فك حتة التزمت او حتة كده اه وبعدين برج الجدي عملي قوي برج الحمل ده حالم برج الجدي الشغل شغل والبنيا شغل والطموحات شغل لا طبعا اتغير علشاني طب يا بناتا هو يقول لك اسمع ما فيش حد بيتغير اهو الراجل اتغير اهو اتطبع باطباعك وبقى لطيفه لا عشان كتير تقول لك اهو بحبه جدا بسي احيانا برضو اللي خلفيته شوية ريفية او صعادية او كده بيكسف يقول حاجة يعني ممكن يعني بسي دي بتبقى قصية قوي على نفسه وعلى نشقته مش عايز اقول الجفة بس الراجل الصيدي اهو اتربع لانه انه ما يبقاش اتدلع ده دلع مرق هو بالنسبة له ده دلع مرق وخصوصا بقى لما تقعد عمال على بطال تقول لمراتك كلام حلو واتدلع فيها انت كده مش راجل الراجل اللي يبقى شايل مسئولية مراته وبيته ومكفيهم ومش مخليهم عايزين حاجة الراجل مش بس بكلمته بالزبط برعيته لبيته بس 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 حصل مشكلة دايما يا دعاء الحتة النقصة دي فبنفتح باب اتكلمنا عنه الحلقة اللي فاتت ها ها دي المشكلة اه اللي هو الستة بتبقى يعني محبوجة بقى شوية تحنان دلع تسمع كلمة حلوة تسمع طبطبة فانت ما حاوكتاش لأكل وشرب بس حاوكتال حاجة تانية اهم مش موجودة عندك طيب احنا يعني احنا ايناس طبعا بالأكل عبير هي بتحب جزء فكرة انه انه حد ممكن يكون بيغير عليها او بيغير انه يعني فكرة ما تمرعهاش بكلمة اه او مش عايزة فهمها انها حلوة قوي عشان ما تحسش بنفسها ايوة والله ما بنحس ده احنا بنوامل كده يعني احنا مش فكرة بنحس احنا بنبقى قاعدين مستنيين اه يعني في ست يعني بتفضل قاعدة مستنيها طول عمرها لحد ما تفهم طبيعة جزء او هو بيعبر لها بأنهي لغة ممكن تفضل وقت طويل جدا مستنيها كلمة في حين هو طول الوقت بيعبر لها بافعال طب ياريت او باللغة او بالطريقة التانية بقى اللي هنتكلم فيها الوقت تخصيص الوقت اللي هو ده مش ببقاش موجود حاليا للأسف طبعا يعني مثلا ايه قيمة ان عندك بيت او عربية او عضو في نادي او او مش بتستخدموا كل ده مش موجودين فيه انتو مش قاعدين وحتى لو قاعدين مش قاعدين مع بعض اصل الفكرة مش فكرة ان انا هو قاعدين على الكنبة في الليفنج هو قاعد قدام تلفزيون وانا قاعد على تليفون صحيح اخصص لك وقت يعني اخصص لك وقت يعني اسمعك وانا منتبه ليك اسمعك وانا مركز معاك لو عايز تروح مشوار وعايزني معاك ابقى معاك لو محتاجني في وقت معين لازم ابقى موجودة تخصيص الوقت ده بيقرب من بعض جدا ما هو ما ينفعش نبقى عاشين في بيت واحد كل واحد فينا في عالم مختلف او مش قاعدين مع بعض في البيت او مش قاعدين مع بعض لا بنفتر ولا نتغدى ولا نتعشى مع بعض لا ملناش خروجات معينة مع بعض مشكلة بقى المفروض مش بالعكس ده المفروض ان مع تقدم التكنولوجيا نبقى عنديك وقت عن زمان صحيح لكن اللي حصل انه بقى مع كل ما دنيا بتتقدم كل ما الناس بتبعد عن بعضها اكتر يعني في الاول كانت تلفزيون ده بيقفل الساعة 8 بالليل ما كانش فيه تليفونات ولا انترنت ولا ولا كانت ايه الواتساب بتاع الزمان كان ايه كانت قاعدت الجرام مع بعض كانت قاعدت انا واخواتي وماما مع بعض هو ده الواتساب بتاعنا كان زمان ان احنا نتكلم في التليفون ارفع سماء التليفون اقول لحد كل سنة وانت طيب او الف مبروك او البقاء لله تبقاش مسج بهتة ما انيش عارف بقولها بنفس ولا من غير نفس تلت تربع الناس نيست صوت اصوات اهلها وصحابها كله بالاموجي والمسج اه صحيح طيب ااخد زينب ازاك يا زينب عليكم السلام ازاك يا مدام دعايا كل سنة وانت طيبة انا هتكلم في سؤال بس غير الحلقة انا عندي بنتي 22 سنة متقدم لها واحد هو ابن جرانة يعني مترابين يعني قدامنا على طول بس عنده 35 سنة ام هو الفرق ده بين بينهم 13 سنة نفس الفرق اللي كان بيني وبين باباها بس يعني باباها يعني مقدرش اقولك هو عمني حلو قوي يعني هو يعني غاية دلوقتي اا بيقول لي بيحبك على طول يعني انا والله 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 هو نعمة من عند ربنا معينة انا عقول متقدم حسيت ان هو برضو سنه كبير بس يعني ايه انا اتجوزه يعني جواز عقلي شوية بس هو عوضني عن كل حاجة بابوها بقى شايف ان العريز ده السن هو خايف يعني مش كل الناس هيبقوا زيه ومش كل الناس هيبقى طبعوهم حنين ايوة بس انا حاسة ان البنت محبطة لان احنا في مجتمع عريف شوية كل اللي السنناع يعني اتكاد يكونوا اتجوزوا انا حاسة ان هي لسه ما كبرتش بس يعني انا حاسة ان ممكن يجي لها فرصة اكبر بس انا حاسة ان هي يعني ايه مش قادر اخراجها من ان هي هي مش مرتبطة بي يعني هو ما فيش علاقة خالص بس يعني هي شايفة ان هو بدول تمو نفس الفرع بينك وبنباب يعني هي مفقى عليه يعني هي متعرفهوش قوي هو وجن الجرام بس احنا مفصلين شوية يعني انت فاهم حضرتك بس هي عجبها فكرة انها تتخطب ايوة يعني انا عايزة ان ايه انا برضو مقتنعة بكلام باباها ان هو ممكن ما يكونش زي باباها او نفس الفرق هي شايفة انه نفس الفرق بين ممتها وباباها وممتها مبسوطة جدا وباباها بيعملها احسن معاملة الفكرة بقى ان الصورة اللي تكونت عندها عن باباها هي مش شرط تلاقيها في نفس الراجل عشان فرق السن واحد اه صحيح هي ممكن تتصدم بحاجة تانية خالص حاجة مختلفة تماما فهي حتى موافقتها دلوقتي يا دعاء في الوقت دوت رجعة لان هي شايفة تجربة قدامها بنفس فرق السن نكحة جدا فهي متخيلة انها تعيش نفس التجربة صغيرة اه انا معايكي ان البنت يعني 22 22 سنة مش كبيرة خالص دلوقتي انها تتجوز وفرق السن 13 سنة اه احتمال كبير جدا ما عرفش يستوعبها او يعملها زي ما باباها كان بيستوعبك او يحتويكي او يعرف يعملك فهي لازم تبقى فاهمة ده بصي استخيري اعملي استخارة والبنت تعمل استخارة وما فيش حاجة بتجري ورانا البنت صغيرة يعني وممكن على فكرة يدل بعض فرصة فرصة تعارف مش خطوبة ولا قرية فتحة ولا حاجة وقدام البيت طالما هو جاركو يعني ممكن ييجي مرة واثنين زيارات عائلية زيارات عائلية عادية لغاية ما ممكن ما ترتحش بعد كده يعني هو مش من اول مرة اه او لا اه او لا اغير بعد فترة بالظبط تعارف وبس ندي لنفسنا فرصة الكارسة انه البنات ما بتديش نفسها فرصة وبتتعلق بدري وبتقول يلا وبتمبسط بالفكرة نفسها دا الفرق بقى بين الوقوع في الحب واختيار الحب اه انك تصحي تلاقي نفسك ايه ده ده انا بحبه فلايا بيقول كلام حلو او شكله حلو اه تبقي عارفة العيوب وتقولي ايوة انا اقدر استحملها او لا انا استحالة استحمل العيوب دي بالظبط واتجوزوا برغم الى ايضا لا انه في عيوب هتقدر تتعايش معاه وفي عيوب مش هتتحالة وخلي بالك انه في عيوب انت تبقي مستحملها لان انت بعيدة عن بعض كل واحد في بيت انما لما تبقى لكن اول ما تبقوا في بيت واحد مش تقدر تستحمليها صحيح يا ماريب عليكم السلام ورحمة الله اهلا يا ماريب اتفضلي اطع خط اطع مونة ازايك يا مونة مادام دعا اهلا بيك يا مونة تفضلي ازايك الحمد لله تمام لا انا مش مصدقني بكلمك لا لا اصدقك بص يا مادام دعا انا انا عندي مشكلة هلو ايوة معك ايوة معينك ام انا جوزي افعال اه افعال جدا اه طب افعال كويسة اه كويسة كويسة كل حاجة تمام ام انا بقى بحب اسمع ام هي ايه هلو هلو اه مع حضرتك اه اه دي مشكلة يعني اول مشكلة حاجة تانية اتجوزة بقى لك قد ايه بقى لي 11 سنة دلوية واعدة بستمنية تسمعي مالك 11 سنة وبتسمعيش اه هو بيعرف يقول بس في مواقف معينة اه طب ما حد؟ يعني لا يعني انت عايزة على طول طول الوقت اه 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 انا بحب اسمع ام طب ما اه في حاجة تانية كمان ان هو طول الوقت مش متواجد في البيت اه 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 مش بس انت عارفة انه في الشغل وعارفة ان هو مشغول اه 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 انتو لسه في البداية 11 سنة ده يعني لسه شباب ولسه بيكون ولسه العيال في المدارس والكلام ده اه شكرا لك يا مونة طيب الحالة بقى دي التيبكال اللي احنا بنتكلم عنها اه هو عملي قوي وهي بتحب تسمع اه وهو طول النهار في الشغل وهي عايزة معها اه فكرة الوقت اللي مش بيخصصه ده بالضبط او مش بيستقطع من شغله ومن حياته العملية جزء عشان يعودوا معاها وكده فارق معاها اه في حاجة مهمة قوي يمكن هو مش عارف ان اللغة اللي هي بتحبها لغة الكلام او انها تسمع لو هي نبهته لده فهو ابتدى يعمل ده فعلا وقالتلك في اوقات معينة تمام بس هي عايزة كتير عايزة طول الوقت يمكن هو عنده طول الوقت اهم عنده من انه يقولك كلام حلو انه يعمل حاجة يثبتلك بها ان هو فعلا بيحبك انت عوديه او علميه حتى لو مش موجود معاكي احنا ليسا بنقول ان كان من العيوب انه ما بقيش نعود مع بعض الماسجات انت لو كتبتينه ماسج الصبح وهو في شغله او على الواتساب حتى لو جربتي مثلا زي بنقول لغة الهدايا لو كتبتينه ورقة وحطيها في جيب الجاكت او في جيب البنطلون هو تفاجئ بيها عن فكرة يا جماعة الحاجات الصغيارة اوي دي ليها مفعول السحر لا يمكن يعرف حتى لو هو شخص ما بيحسش او ما عندهوش دم هيتكسف على دمه ولازم هيرد عليك لو ما ردش عليك بكلام هيرد عليك بفعل الهدايا الصغيارة اوي ودي لغة من لغات الحب دي لغة من لغات الحب الهدايا مش لازم الهدايا تبقى غالية وفخمة ويعني نحط فيها دم قلبنا انت لو افتكرتها وانت راجع من الشغل بشوكولاتايا ولا بكلبان او حتى بعدتلها كلمتين حلوين في ميسج دي هدية لو افتكرت حتى عيد ميلادها او عيد جواسكو او اي مناسبة اي بتحبه اولتالك كل سنة وانت طيبة كل سنة وانت معي كل سنة وانت في حياتنا دي بالنسبة لها هدية بس واهم لغة بقى لغة التلامس حسة اللمس عند البشر هي من اقوى الحواس طبعا الحضن ده يعني فكرة مش حكاية كمان العلاقة الجسدية لا لا مجرد الحضن بس انه بس الست كده تلاقي وعلى فكرة انت ممكن تبقى قاعد في وسط ميت واحد وتبص لمراتك بصة كأنك حضنتها اللي هو بص تحت واق في حضن بالعين وفي حضن بالكلمة وفي حضن بالايدين عشان كده ربنا لما خلق البيبيهات بالفطرة كده طول الوقت انت شايله ما هي دي اللغة الوحيدة اللي هو بيفهمها التلامس لحد سن معين بنبتدي نتكلم معاه بلغة تانية هتلاقي ناس كتير قوي قوي اسكية جدا في حياتهم بس فاشلين عاطفيا وفاشلين في شغلهم لان الزكاء البشري او الزكاء العقلي 20% لكن الزكاء في الحياة زكاء عاطفي وزكاء مالي ممكن شخصي بقى مزكي خالص تقولي ده ازاي ناجح في شغله وناجح في حياته ده عقله على قده عشان هو زكاءه المالي وزكاءه العاطفي استغلت 80% كله طيب يعني احنا في نهاية الحلقة فكرة انه ابدأي اعملي الحاجة اللي انت عايزة تتعملك والله بالتكرار هتلاقيها بتحصل يعني احضني وطبطبي وملسي وكده هتلاقي يعني هو تعود على انه ده حاجة موجودة في الحياة استغلي زكائك العاطفي اه وممكن يعني ما يتكسفش انه يعملها او كده فكرة انه الراجل والستة يبقى قدام ولادهم طبيعيين مش عيب يعني وما يصحش انه هو يجي من بره فيقوم حضن الولاد وحضنهم بس ادعاء للأسف بقى فيه مشكلة كبيرة جدا الراجل مش هيستعيب انه يضرب مراته قوي هنا قدام ولاده بس عنده عيب وحرام انه يبوس مراته او يطبطب عليها قدام الولاد لأ لأ احنا عايزين نغير المفاهيم دي كمان الحتة الاخيرة انه فهامي اللغة اللي هو بيتكلم بيها ونبصي بيها انبصي بيها احنا ما عندناش ثقافة الانبساط بالحاجة الحلوة اللي موجودة نركنها على جنب كأنها مش موجود ونبصي على اللي مش موجود وطالب النهار مركزين على اللي مش موجود ما بيقول ليش بحبك وانا عايزة بحبك بحبك دي وانا نقصني ويا سواد عيشتي ده ما بيقول ليش بحبك مع انه عامل كل حاجة مريحة نبصي بس من اللي موجود لو موجود بجد نبصي بيه مروة السعيد دي بنبصت بحلقاتك جدا حلقات لطيفة جدا بشكرك شكرا جزيلا وجودك معايا مرسي على كل ستات الحلمين اللي بيكلموني في كل حلقة وبيشاركوني كده بالتفاصيلهم الصغيرة ان هي بتسري الحلقة وبتكبرها لي كده وبتملاها شكرا مروة شكرا لكل مشاهدينا بعد الفاصل فقرة مسجلة وانا اشوفكم على خير بكرا ان شاء الله سلام عليكم اهلا بكم مشاهدينا مرة تانية على الهواء مباشرة قرار انك لازم تخس هتاخده هتاخده لما الموضوع يعني بيوصل معاك لدرجة من الزعل والاكتئاب على شكلك وعلى صحتك فانت لازم هتاخده يا اما تستعين بصديق علشان يعني يشجعك ما تيجي نخس ما تيجي نعمل رجيم مع بعض تيجي نبدأ تيجي نشجع بعض تيجي نطلع ورق يا اما تروح لدكتور يا اما هتستعين بوسائل بقى مساعدة تانية حاجات تاخدها بحيث تشبعك اه انا بيشرفني النهاردة دكتور خالد عبدالعزيز ماجستير النباتات الطبية بكلية الصيدلة وديبلومة التخزية والتخصيص من الجامعة الامريكية وعضو الجامعية الكندية الامراضي السنة زيك يا دكتور زيك اهلا بيكي واهلا بكل الناس اللي عايز تاخد القرار النهاردة يلا عايزين ناخد القرار النهاردة ووسائل مساعدة بقى نعمل ايه علشان ناخد القرار ونخس طيب بداية الموضوع وسائل مساعدة هي هتساعدنا عشان ننزل في وزننا فلازم واحنا بنختار حاجة مساعدة انها ما يكونش فيها اي اضرار ما يكونش لها اي اثار جانبية تمام كمان مهم جدا ان تبقى براند يعني حتى في امريكا نفس الموضوع في كندا في اوروبا يكون البراند التاع اللي هناخده بيساعدنا معروف مش حاجة متصنعة تحت برسل حاجة تكون منظمة الصحة العالمية متكلمة عنها حاجة تكون ابحاثة عالمية كتير على مستوى العالم متكلمة عنها عشان انا نفسي اكون وثق فيها فاحنا منهاردة من خلال برنامج يدعاء يعني كل مريض عايز يخسه واخد القرار احنا ممكن نساعده عن طريق الفايبرز الالياف الطبعي طيب هزود عليك حاجة كمان حاجة كمان تشبعني لانه مشكلة المشاكل في الرجيم ان انا بجوع يعني اعايز ايكل وبالذات في الشتا يعني الشتا ده عايز ايه تجيب كده ايه بتاع عدس كده بس تقطع فيه عيش متحمص يعني العدس الواحد وما فيش ايه والمحش اللي لسه طالع سخني كده من الحل عارفة وهو سقع حلو برضو يعني بالليل كده بعد ما تاكل وتشبع وتملت تانك تيجي بالليل نفسك هفاك على كم صابع كده من الحل عارفة هي اكتر حاجة بالليل فهي المشكلة في كده انه بالليل لما تاكل بالليل وتنام دي يعني دي مشكلة المشاكل في لسمنا فالحاجة اللي بتساعد الناس وبيحسوا ان هي يعني ايه احنا ممتنين جدا انك شبعتين من غير ما اتخاني صحيح ودي ميزة الفايبرز وميزة الوسط العلمي كله العالمي بيتكلم عليها حتى ساموها أسطورة الفايبرز او الالياف الطبعية وهناك نفس الاسم كده أسطورة الفايبرز لان ازاي انا اوصل الانسان الجعان ان هو يشبع يشبع وماديتلوش سوعات حرية مااخدش اي نوع من انواع الطاقة وديتلو فيتامينز وديتلو معادن جوه جسمو ده اللي بيقدر يحقول الفايبرز انت هتاخد الفايبرز معدتك هتتملي خلاص انت كده شبعت حتى ابتدى فيه اكسبريشن جديد بيسموه اللي هو بلون المعدة الطبيعي حاجة طبيعية جدا فانا هاخد الفايبرز انا هيملان المعدة فانا المعدة بتاعت اتملت انا شبعت ودي اول طريق ان الواحد خلاص هينزل في وزن هيخس طيب احنا عندنا فيديو الفايبرز لما بتتاخد من البق بتنزل تعمل ايه في المعدة حقيقة تشرحولنا يا دكتور طبعا الفايبرز او الالياف الطبيعية موجودة في حاجات كتيرة جدا موجودة في النباتات موجودة في الفواكه دي الجرانيولز او الحبابات الفايبرز زي ما احنا شايفينها احنا خلاص بقى لعناها عن طريق الفم نزلت المعدة ابتدى وهي جوه المعدة بيبتدي حجمها بيكبر وبتاخد نفس حجم المعدة عشان كده بقولك هو بلون المعدة الطبيعي تمام فبيبتدي انا بحس ان انا شبعت المعدة بتاعتنا ربنا سبحانه وتعالى متوصلة بالجهاز العصبي عندنا فالمعدة اول ما بتتملي بتوصل على طول اشارات للجهاز العصبي بتقول له انا خلاص شبعت فبالتالي الانسان خلاص بيحس ان هو شبعين تمام جميل طيب ناس كتير بقى بتقلق من الوسائل المساعدة دي ان هي مثلا الفايبرز دي اذا شفنا انه هي بتبقى عاملة زي السريلاك كده هل ممكن تعمل لها تتساءل دي عملتلي امساك دي هل ممكن يكون عنده حساسية يعني هل فيه ناس ممنوعين من انهم ما ياخدوا الفايبرز دي طيب ان سؤالك حلوة قوي لو حد عنده امساك احنا الاول امساك ده هل الامساك ده نتيجة خلل في المعدة عضوي بمعنى ايه عضوي هو عنده اصلا تشوى في المعدة بشكل معين مخلية على طول عنده امساك منذ الولادة يعني فيه اطفال بيبقوا من ساعة الولادة وهو عندهم امساك طبعا فهل لما هياخد الفايبرز الامساك ده هيتعالج او هيزيد لا انت هتفضل زي ما انت لان دعيب خلقي اصلا موجود في المعدة طب الناس اللي عندهم امساك نتيجة ان حركة المعدة عندهم ضعيفة الناس اللي عندهم امساك نتيجة ان البكتيريا اللي ربنا سبحانه وتعالى خلق هلنا النافعة اللي بتفيد جسمنا جوه المعدة قليلة كميتها قليلة هل انا لما هاخد الفايبرز يا دكتور هل ده معناه ان انا ممكن يجيلي امساك اقول له لا ده انت بالعكس هتتعالج من الامساك يعني انت لو عندك امساك نتيجة خلل في البكتيريا النافعة اللي موجودة عندك او لحركة المعدة عندك قليلة فانت مع الفايبرز الامساك ده هيروح او هتتعالج منه تمام طيب بالنسبة للي عنده حموضة عنده قولون عنده ارتجاع في المريء كل دي مشاكل بتخلي الواحد يقرب على الاكل يعني بحرصة شديدة لانه بتعذب يعني باش عارفينين بحرصة اللي عنده قرحة معده لو شرب شوية مية بيحس بعذاب بحرقانش دي جدا في معده دور طبعا بيتعذب تماما يعني فهل دي امنة في الحالات دي؟ عشان برضو يبقى كل الناس المشاهدين متابعيننا قرحة المعدة معناها ان جدار المعدة حصل فيه جرح حصل فيه قطعة فالدم بيبيد ان هو يختلط بكل محتويات المعدة طب انا الفايبرز لما هاخدها هل هي هتفيد هتدر ولا لا هتفيد ولا هتدر لا الفايبرز اللي انت هتاخدها هتفيد اولا هي الياف طبعية نباتات امبرا عن فاكهة ونباتات هتخش جوة المعدة بتعملك كوتينج للمعدة فبتغلف لك جدار المعدة فبتدي زي باريور او حاجز ما بين الجرح اللي حصل في المعدة وما بين الفليوتس او السوال الموجودة في المعدة تماما وبالتالي انت لما هتاخد الفايبرز لو عندك كرحة في المعدة هتحس مع الفايبرز او الياف الطبعية ان انت بتتحصل من حالتك المرضية طيب إحنا عندنا طريقة عمل الفايبرز هي عاملة زي السرلاكة يعني بتتحطف مية أنت كنت بتقترح اقتراحين يعني هي موجودة عندنا هي على الشاشة هي الفايبرز إحنا يعني عملنا كده حاجة بسيطة ده كيس الفايبرز اللي تعبى ده موجود فيه باودر وجبنا كبايتين كباية على قدنا الشمال حاطنا فيها مية وطبقة زيت والكباية الثانية حاطنا فيها مية بس اللي هاتوب على قدنا اليمين وفي كل كباية فتحنا الكيس بتاع الألياف طبعية الفايبرز زي ما احنا شايفين باودر وحطناها في الكباية على قدنا اليمين احنا بنقلب الفايبرز بالمية وإذا فاضلنا ديئة أو ديئتين بيوصل للحالة المتجنسة بيبقى عاملة زي السرلاك كده وقدرنا نأكله بالمعلقة طبع فيه ناس يقولك أنا ما بحبش طعام السرلاك أو ما بحبش أكل حاجة تكون هلامية نحن عارفين الموضوع ده بيبقى أزواء دايما في الأكل طبعا فاحنا هنطبخ الموضوع الألياف ده هنعمله طبخة بس بطريقة تانية مختلفة انت ممكن تحط الألياف على المية وتشربها مباشرة ممكن كيس الألياف تحطه في معلقة وتحط المعلقة بعد كده هنأكلها بالمعلقة يعني هي لو شربت وهي سيلة تعمل نفس النفش ونفس الحاجات زي ما بتاكلها وهي سريلة السؤال ده حلوة أبي احنا لو احنا عملناها في الكوباية وابقت عاملة زي السرلاك وكالناها مش هو ده الحجم بتاع الألياف اللي هيبقى جواه معدتنا كده كده بنشرب مية وبيزيد طب لو خدناها بودر على طول وشربنا وراها مية ما قلبناش ما قعدناش دقيقة أصلا يعني ممكن تتسف كده زي التباب الزبط هاخد البودر كده من معلقة وعليها بقق مية وخلاط وعليها لتر مية من لترين كده كده البودر ده بينزل جواه المعدة مع المية مع الفليويد السوايل اللي موجودة جواه المعدة بتاعتنا بتبتدي انها والمعدة أصلا كمان بتتحرك المعدة عاملة زي الخلاط لو حد فاكي المعدة ستة لأ العماء جواه جسمين عماء تحرك هنا كوباية قبل بس ما الفيديو دي في الزيته نزلت يعني مدي من مميزات الفيبرز أو الالياف طبيعية لو كنا متابعين الكوبالة على قدنا هي هتبقى الشمال خدت كل طبقت الزيت ونزلت نزلت في القاعدة ده اللي بيحصل جواه جسمنا بالزبط اللي هو الدهون هتمسك فيها الألياف هيتحدوا كده مع بعض الاتنين يعني هي لها كده يعني وظفتين هي بتتنفش في الجسم وفي نفس الوقت بتاخد طمطس الدهون وبتخرج بيها بالزبط هي الفيبرز كيس الفيبرز ده محطوط فيه نوعين من الفيبرز نوع بيدوف في المياه ده اللي احنا شفناه وفي نفس الكيس برضو فيه نوع ما بيدوفش في المياه الاتنين موجودين في نفس الكيس احنا لما بناخده جواه جسمنا بيعملنا وظفتين أول حاجة باملة المعدة فخلاص أنا حاسيت أن أنا شبعان مش عايز أكل والحاجة التانية الدهون والفاتس اللي موجودة جواه جسمنا وبتتكسر بيبتدي يتحد معها كمان لو فيه شوائب أو فيه فري رادك هلسوا الجسم بيتحد معها ويخرجها برا الجسم جميل معايا اتصال من أم وائل علو علو أهلا بيك أهلا بيك يا حبيبتي إزاي وليلي بقى أنت خدت الألياف يا أم وائل أنا خدت الألياف ده تاني مرة أخدها والحمد لله الحمد لله رب العالمين أنا كنت بعاني من مشاكل صحية كتير ومن نفسية كتير من تخني أنا أشكر ربنا قبل ما أكمل شهر ونص خسيت تمانية كيلو ونص حلو قوي كان وزنك كان بقى أقولي لي كده أنا كان وزن مية وطمنتاشر مية وطمنتاشر مية وطمنتاشر باللي حوالي بقولولي أنت مالك خسيتي أوي لي كده وجردي تقولي دي فيه إيه خسيتي والكلام ده كله أنت خدتها بقى وبتكي معاها إيه أنا باكل كل حاجة بس تقريبا ربعة كمية لحالي مش يعني أن أنا عاوز أكل أنا مش عاوز أكل وأنا مبسوطة أول أولا أن أنا عندي مشاكل في العظم ولازم أعمل عملية غضروف كبيرة في ظهري وفي ربتي طبعا كل الدكاترة أول حاجة من العلاج لازم تخسي لأن ما عادش ينفع أعمل العملية غال خطر عليه لأن أنا عندي مشاكل في القلب طبعا قال لي لازم تخسي وليلي أنت حاولت تخسي قبل كده وما كنتش عارفة ولا إيه أنا حاولت كتير جدا من سنين طويلة وخدت كل ما سمع حاجة وأعشاب وي وي أعملها ما خستش الكيلو أتضايق وأرجع ثاني حال علماه ما خستش ما خستش وبعدين أنا مناية مناية أن أنا أخس وخست ومبسوطة جدا ونفسيتي حلوة أوي 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 الحمد لله أن أنا خست وقلت أنا همشي عليه على طول إن شاء الله إن شاء الله واتكلمينا كده وإنتي خس عايزة توصلي كم كيلو أنا نفسه مناية أوصل 70 كيلو قال لي من 70 اللي أن أنا سني كبيرة أنا عندي 65 سنة لا مش كبيرة ولا حاجة ربنا يديك السحة قال لي خليك إن شاء الله توصلي لها لو وظبتي ضرب آه إن شاء الله وبقول لكل بني آدم على وجه الأرض يا ريت يا ريت ما تفضلش بالسخن ده لأنه هو أكبر مرض صحيح هو المرض الحقيقي صحيح على موضوع الألياف ده هل دي نسبة كويسة؟ يعني هي حسة 8 كيلو من 118 إلى 110 هي حسة إنها خفت وإنها حست بنفسها صحيح هل دي نسبة كويسة في الشهر؟ بي بوزت في خليك دايما إيجابي يعني هي سنة 65 سنة مصاحبة معها أمراض كتير ونزلت 8 كيلو ونص في شهر ونص تقريبا فدي نسبة كويسة جدا ماشي حتى مع الصندرت العالمي هنقول دايما 6 كيلو في الشهر فدايما نخليك إيجابي الشخص اللي عنده دهون أو زيادة في الوزن لو أنت ماسك كيسة بلاستيك فيها 5-6 كيلو وماشي بيهم أنت بتحس إن أديك وجعتك تحس إن ضهرك وجعك بتحس إن أنت عايز تريح في نص الطريق أو في نص السكة فبالك أنت وزنك فيه 30-40-50 كيلو زيادة زيادة فأنت عمودك الفقر شايلهم فأنت بتتعب أجزاء جسمك الداخلية من قلب الكبد لكل معدى كل ده شايل مفاصل كل ده شايل صحيح فبتعب صحيح عندك حق سارة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أزاك يا سارة الحمد لله تمام ونيلي بقى أنت أنت خصيتي ولا إيه حكي لنا كده تجربتك مع الخساسية والله أنا يعني مش محتاجة أنزل كلوات كتير يعني هما كلهم ستة سبعة كيلو بس أنا كان مشكلتي بقى في موضع السكر فهو بقى ضابط معايا جدا 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 وضع السكر ده أنا يعني أول عشرة أيام خلسة ثلاثة كيلو فأنا قدامي أربعة كيلو يعني بقى ميزاني الحمد لله لأنا عايزات طبعا بس فرق معايا بقى سنوضع السكر جدا يعني أنت أول ما خدتي الألياف بدأت تخصي على نفسك تسدت ما بقى تشتكلي الحلويات ما باكلش لا الحلويات ولا المقليات ولا الحاجات دي ما باكلهاش خلص حتى لو يعني نفسي باحت له وأخدت حتة يعني بتفرق معايا بس سنوضع السكر ما بيتزودش معايا السكر بجد يعني أنا مكنتش متغينا الموضوع كده طب كويس قوي يعني زبط لك فأنا عايزة أسأله الدكتور برضو يعني حتى ممكن بعد ما وصل الميزاني مناسب يعني ينفع يبقى يعني كحاجة مساعدة جامعة الأنسلين حتى جراءات الأنسلين من قلت خالص طبعا أنت بعد ما توصل الوزن المناسب مع الفايبرز اللي في الطبعية طبعا من أحد مميزاتها أنها بتقلل نسبة الجلجوز اللي موجود في الدم فتقدر أنت تستخدم الفايبرز بس بكميات قليلا مش نفس الكمية اللي أنت بتاخدية عشان تخيس يعني أنت بتاخدي كيس فايبرز عشان الغداء وكيس فايبرز عشان العشق طبعا تقدر يتاخدي بس في فترة الغداء هيبقى نص كيس وتستمر علي طبعا ده تمشي طولهم راهك كده يعني بما أنت زبط لها السكر طيب شكرا لك يا سارة ويعني ربنا يديك الصحة ويمتعك بيها دايما وفكرة السكر دي برضو بتقولك أنا قللت جرعة الأنسولين حال يعني لأديني الميكانزم ده حصل إزاي هقولك دلوقتي أنا وزني مثلا وليكن 100 كيلو بس هي ما خستتش كتير يعني أنا بدي مثال يعني رفلي كده يعني حاجة كده عشوائيين لو واحد وزنه 100 كيلو دكتور لو ميجي يزبط له السكر بيزبط له على الميت كيلو يعني هزبط لك السكر على الميت كيلو طب أنا وزني بقى 90 فمعناها أن أنا هقلني نسبة الأنسولين عشان هزبطها على 90 كل كيلو كل كيلو وكل 100 جرام كمان مش كل كيلو من وزن المريض اللي عنده السكر لما بينزل بنزل معه جرعة الدواء السكر اللي هو بياخده تمام حلوة قوي خد هناء عليكم السلام ورحمة الله أهلا بيك إزايك هناء عملا إيه إيه الأخبار احكي لنا كده عن تجربتك في الخساسين والله أنا أول مرة جربتك في الخساس بصراحة يعني أول مرة جرب وبصراحة العدافة الطبيعة دي ممتازة جدا 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 أنت عملت إيه خدتها إمتى أنا خدتها دلوقتي 3 أسابيع 3 أسابيع أيوة خستي كم كيلو خست فيها 4 كيلو 3 أسابيع 4 كيلو أنت كان وزنك كم يا هناء أنا كان وزني 110 10 أه خدت يعني 106 ما كنتش مالية من الاكل او لما ابتديت انتظم وامشى على النظام اللى فيه وراء مع المنتج مشيط عن نظام الاكل يعني بقيت اخد قبل واخبر مستش ساعة بقيت احس الشبع يعني اجي اخل ما معرفش ما تكليش الكمية اللى كنت متعودة بتكليها ايوة وكمان بقيت كمان يعني بحب اكل حاجات خضروات يعني بقيت اركلها عن حضروات والسواكه افتر كنت الاول بحب يعني المكارونا كنت بحب مكارونا جدا كلنا بنحب المكارونا والمحشي والبز وكل حاجة طب انت لسه دلوقتي بتقولي انا اول مرة في حياتي اخس اول مرة تعملي رجيم ولا ايه يعني اول مرة انتظم يعني كنت اعمل كم يوم دايت وارجع تاني اعمل كم يوم وارجع تاني اه ايه اللي مشجعك كده المراتي متشجع يعني ما شاء الله الله اكبر اه لنشجعني المراتي ان اولا بحس الشبع ان باخد الكيس قبل وجه ومسف فاعم اه اه ببس يحس بجوع او زي الاول كمان اه بعيد بقول لحضرتك يا باستاذا بقيت يعني بشتعل الخضروات اكتر اه للفاقه اكتر يعني حتى وجبة العشم ببقيتش اتعاش نفس الكلمة بتتألف كل الانتظار يعني صمر بنفكها بقولها بالعافية كمان طيب جميل يلا بل ما تبقي كم عايزة تبقي كم يا هناء لان عايزة انزل اه ان شاء الله كده من 80 حلوة او زي الفل زي الفل ان شاء الله تنزل ان شاء الله وبشكرك شكرا جزيل تعرفتك كان زمان كان دايما البنت مستوى الجمال بتاعها انها تكون باكابوزة وتخينة الكلام ده كان من حوالي 50 سنة دلوقتي الوضع مختلف يعني لازم تكون البنت رشيقة عشان كده تبين ملامح جمالها طيب من 110% ده يعني مش قليل ده حلو جدا في 3 اسابيع يعني 3 اسابيع ننزلت 4 كيلو من وزني ده كويس جدا 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 كمان يعني مشجع يعني جدا يعني حاجة ايجابية وصين حتى علامة ايجابية جدا لأي شخص عايز يخس طيب وده السؤال اللي ممكن اختم به فقرتنا الجسم بيتعود على الانظمة وبيتعود ويقولك انت لازم تغير النظام ولازم تضحك عالجسم لانه بيتعود هل الجسم ممكن ما يتعودش على الالياف دي وخلاص يعني يتخطى فكرة انه بتشبع وياكل ويزود انا عجبني السؤال جدا علميا في الطب في علم التغذية بش حاجة اسمها الجسم بيتعود خالص احنا هنا في مصر حتى يعني بشوف عنظمة غذية كتير يقولك عاملين يوم مفتوح كل اللي انت عايزه عشان هلأخبط لك الجسم بمعنى ايه هتلأخبط للجسم هي ربنا سبحانه وتعالى خلق واحد زي بحثة اتنينين فانت جسمك كل ما هتديله طاقة كل ما هيبقى صورات حرية فيش حاجة اسمها لأخبطة في العلم ما فيش الكلام ده خالصا دي افتكاسة هنا مصرية مسألة ان انا هيحصل عندي تعود على الالياف فبعد كده تعود في ايه مش هتعمل حاجة او مش هتعمل حاجة انا كده كده بشبعك انا بمدالك محوط المعدة تمام فهتفضل المعدة مليان صحيح جميل دكتور خالد عبدالعزيز بشكرك وبشكر وجودك معايا وان شاء الله نتقابل في حلقات قادمة واشكركم مشاهدينا وانشوفكم في الحلقة الجاية ان شاء الله سلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة